حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي مضرة عن قيسي بن عباد قال قلت لعماري بن ياسر يا أبا اليقظان أرأيت هذا الأمر الذي أتيتموه برأيكم أو شيء عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس حان يحيى بن آدم حدثنا شريك عن محمد بن عبد الله المرادي عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلم مت قال قال عمار قال لما هجان المشركون شكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا لهم كما يقولون لكم قال فلقد رأيتنا نعلمه إماء أهل المدينة حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو إسحاق عن ناجية العنزي قال تدارأ عمار وعبد الله بن مسعود في الطيمم فقال عبد الله لو مكثت شهرا لا أجد فيه الماء لما صليت فقال له عمار أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبت فتمعك تتمعك الدابتي فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعته فقال إنما كان يكفيك التيمم حان يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال حدثنا عقبة بن المغيرة عن جد أبيه المخارق قال بقيت عمارا يوم الجمل وهو يبول في قر فقلت أقاتل معك فأكون معك قال قاتل تحت راية قومك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه حدثنا قريش بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجرى عن أبيه عن وصلي بن حيان قال قال أبو وإل خطبنا عمار فأبلغ وأوجز فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست قالا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة فإن من البيان لصحرا حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلم تحدثنا أبو الزبير عن محمد بن علي بن الحنفية عن عمار بن ياسير قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام حثنا عفان ويونس قال حدثنا أبان حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيدي بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسير حدثنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يونس إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التيمم فقال ضربة للكفين والوجه حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا إسرائيل عن صماك عن ثروان بن ملحان قالا كنا جلوسا في المسجد فمر علينا عمار بن ياسير فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفتنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعض قوم يأخذون الملك يقتلوا عليه بعضهم بعضا قال قلنا له لو حدثنا غيرك ما صدقناه قال فإنه سيكون حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن محمد بن خثيمين المحاربي عن محمد بن كعب القرضي عن محمد بن خثيمين أبي يزيد عن عمار بن ياسير قال كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذات العشيرة فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بها رأينا أناسا من بني مدليج يعملون في عيلهم في نخل فقال لي علي يا أبا اليقضان هلاك أن تأتي هؤلاء فننظر كيف يعملون نفجأناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا النوم فانطلقت أنا وعلي فاضطجعنا في صول من النخلي في دقعاء من التراب فنمنا فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله وقد تتربنا من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا أبا تراب لما يرى عليه من التراب قال ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين قلنا بلى يا رسول الله قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه حتى تبل منه هذه يعني لحيته حثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شيهاب حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن عماري بن ياسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولاة الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقد لها من جزع ضفار فحبس الناس ابتغاء عقدها وذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهور بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط ولا يغتر بهذا الناس وبلغنا وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة رضي الله تعالى عنهما والله ما علمت أنك لمباركة حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميو عن عمر بن الحكمي بن ثوبان عن أبن لاسرن الخزاعي قال دخل عمار بن ياسير المسجد فركع فيه ركعتين أخفهما وأتمهما قالا ثم جلسا فقمنا إليه فجلسنا عنده ثم قلنا له لقد خففت ركعتين جدا يا أبا اليقضان فقال إني بادرت بهما الشيطان أن يدخل علي فيهما قال فذكر الحديث حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي هاشمين عن أبي مجلز قال صلى عمار صلاة فجوز فيها فسئلا أوي فقيل له فقال ما خرمت من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي هاشمين عن أبي مجلز قال صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال ألم أتم الرقوع والسجود قالوا بل قال أما إني قد دعوت فيهما بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدعو به اللهم بيعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفة خيرا لي أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن سلمة سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن محمد بن خثيمين عن محمد بن كعب القرضي حدثني محمد بن خثيمين أبو يزيد عن عماري بن ياسير قال كنت أنا وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رفيقيني في غزوة العشيرة فمررنا برجال من بني مدليج يعملون في نخل لهم فذكر معنى حديث عيسى بن يونس حثنا عفان حدثنا حماد حدثنا علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عماري بن ياسير عن عماري بن ياسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفترة أو الفترة المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظفار وغسل البراجم ونطف الإبط والاستحداد والاختيتين والانتضاح حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع أبي موسى وعبد الله قال فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا لم يجد الماء وقد أجنب شهرا ما كان يتايمم قال لا ولو لم يجد الماء شهرا قال فقال له أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجد ماء فتايمموا صعيدا طيبا قال فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لا أو شك إذا برد عليهم الماء أن يتايمموا الصعيدا ثم يصل قال فقال له أبو موسى إنما كرهتم ذا لهذا قال نعم قال له أبو موسى ألم تصمع لقول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة الدابة ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول وضرب بيده على الأرض ثم مسح كل واحدة منهما بصاحبتها ثم مسح بها وجهه لم يجز الأعمش الكفين قال فقال له عبد الله ألم تزعم لم يقنع بقول عمار وقال أبو معاوية مرة قال فضرب بيده على الأرض ثم نفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه حثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الأعمش حدثنا شقيق قال كنت قاعدا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال أبو موسى لعبد الله لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصلي فقال عبد الله لفقال أبو موسى أما تذكر إذ قال عمار لعمر ألا تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك في أبل فأصبتني جنابة فتمرغت في التراب فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبرته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بكفيه إلى الأرض ثم مساح كفيه جميعا ومساح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة فقال عبد الله لا جرم ما رأيت عمر قنع بذلك قال فقال له أبو موسى فكيف بهذه الآية الآية في سورة النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا قال فما در عبد الله ما يقول وقال لو رخصنا لهم في التيمم لا أو شك أحدهم أن برد الماء على جده أن يتيمم قال عفان وأنكره يحيى يعني ابن سعيد فسألت حفص ابن غياث فقالا كان الأعمش يحدثنا به عن سلمة ابن كوهيل وذكر أبا ويل حدنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي ويل قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إن لم نجد الماء لا نصلي قال فقال عبد الله نعم إن لم نجد الماء شهرا لم نصلي ولو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصل قال فقلت له فأين قول عمار لعمر قال إني لم أرى عمار قنع بقول عمار حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكام قال سمعت أبا ويل قال لما بعث علي عمار والحسن إلى الكوفة ليستنفراهم فخطب عمار فقال إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن لها عز وجل لتتبعوه أو إياها حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن أبن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال أني أجنبت فلم أجد ماء فقال عمر لا تصلي فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في صرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها ومساح بها وجهه وكفيه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن ذر عن أبن عبد الرحمن بن أبزة أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فذكر ابن جعفر مثل حديث الحكم وزاد قال وسلمة شك قال لا أدري قال فيه المرفقين أو إلى الكفين فقال عمر بلن ولي كما توليت حثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن الرجل يجنب ولا يجد الماء أو يصلي قال لا قال ألم تسمع قول عمار لعمرا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة فقال إني لم أرى عمر قنع بذلك قال فكيف تصنعون بهذه الآية فلم تجد ماء فتا يمموا صعيدا طيبا قال إن لو رخصنا لهم في هذا كان أحدهم إذا وجد الماء البارد تمسح بالصعيد قال الأعماش فقلت لشقيق فما كرهه إلا لهذا